في أبريل 2020 وقت الحجر الصحي الشامل تصلت بنا الرابطة التونسية لفحق الأنسان وكلفتنا بنيابة زوز متهمين زوز مناوبين زوز متضرين من اعتدايات بوليسية وتعذيف وقت اللي ادخلنا في المرافع وقلنا راه اعتدايات بوليسية وراو تعذيب وراو سكوت عن تعذيب هو مشاركة فيه وراو هذا قضاء منحاز للأمنيين وهذا قضاء مش متاع العدالة وهذا قضاء راه مايرجعش حقوق الناس وراو نظالنا اليوم متواصل كما من العهد البائد من قبل 14 جنفي إلى اليوم مزلنا نفس المعاناة ونفس المطالبة يعني هي الكف من عن التعذيب سايبوا العبيد مع شتبربوهم حاكم وناس يترموا حاكمة عادلة أعطيوا حقوق العبيد تشنجت القافية وحاولت أنها ترفع الجلسة وصارت تدخلاتها في الجلسة بتاع استفزاز رغم ذلك وصلنا مرافعاتنا وتم منع زميلتنا لصفحية جزائر من دخول المحكمة أصلاً أمام باب المحكمة إلا أنها بالصراخ وبالدفع وبالياح تمكنت من الدخول بش تمارس مهامها وتقوم بواجبها في الدفاع تعذيب هذه قضية مسكوت عنها في المحكم لأنه اللي يعمل القاضي البوليس في كل سوق معاملة للمواطنين وتعذيب القاضي ما نحبش نقول بورسنتاج يتغاضى عليه ونصبه شكيات ضد من عذب المواطنين وترقد وما نشوفه هاش حتى لين تحفظ بمروز زمن هالإحالة فقدة لكل مقاومات هالقانونية كما قلت لكم هي تمس أحنا المحامي محمي بالفصل السبعة واربعين اللي هو يعطيه الحصانة ببان مرافعته جلسة إذا كان تمس من حق دفاع تمس من حق المتخذين إذا لمحامي من نجم شيرافع في حق منوب المهضوم شكون بشيرافع عليه هذه الحملة هي تتم لنظال بش أنه القضاء يكون حقيقة وفي الملموس ضامن للحريات العامة والفردية والفردية اليوم الفرق هو أنه صدر مرسوم في 2011 مرسوم المنظمة مهنة المحامات اللي يقول وأنه لا يؤخذ المحامي أثناء أداء عمله أو ترافعه إلا تأديبياً اليوم نقص الخطر يدق عليش مش على خاطر المحامي المهدد ولا حق الدفاع مبروبة كهو لا الأخطر من هذا وأنه حق الدفاع إذا يتمس إذا يتهدد فالحقوق اللي منوراه أنا وقتل ندافع على حرية الناس وقتل ندافع على أملكهم وقتل ندافع على حرمتهم الجسدية وقتل ندافع على حقوقهم مهما كانت إذا ما عنديش بمانات ومعنديش حصانة تخليني في وضعية مريحة للعمل فيكون الحقوق هذه كلها في حال تهديد وفي حال تخطر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة